يخوض الطرقات مجيئة وغدوة وأسأله متى تتزوج فيقول لا أفكر في الزواج ثم بعد ذلك تتوالى الأيام والسنوات فيقال لنا بأن السعب الناصر تزوج فتمر الأيام ويشاء ربك أن نحضر لتزويج ابنته الثانية وبنتيه اللولة بشاد إن شاء الله يبارك لها وريحانة وهذه الثانية ما أشبه ليلة بالبارحة هكذا إذن يفعل فينا الدهر ولذلك يقول الحسن البصري هذا الدهر والزمان أيام تفعل فيك ففعل فيها كما تفعل فيك إنها تترك عليك آثار نرى آثار الأيام التي مرت على وجهك تجاعيد ونرى في لحيتك بياضاً يذكرك بأن اللقاء قريب فعلى الإنسان إذن مع توالي الأيام أن يجدد اتصاله بربه وأن يجلس لوحده وأن يحاول أن يقوم إن شاء الله تبارك وتعالى حركته في طريقه إلى ربه أهو على الجادة فيستمر أم هو مقصر وكلنا كذلك الرجل فعليه أن يتدارك فمن ختم الأيام الأخيرة بالخير كانت قد جاءت وأتت على الشر الذي بدأت به فإن كان مسك الختام خيراً فإنما العمال بالخواتين إذن فنحن إن شاء الله الزمان يجرنا إلى ذلك الذي ننتظره والذي يحاول الكثير من الناس حتى في الأعراس أن ينسوه فالإنسان لا ينسى أبداً أن كل يوم يقربه إلى ربه مسيرة يوم وكل يوم تنبلج فيه صبحه إلا وينادي بصوت دنق أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة إذن فهو اللقاء كما نلتقي الآن ونفترق بعد الآهل هذا هو مثال الدنيا ألا ترى أن الحبيب صلوا عليه يقول ما لي وما للدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل في يوم شديد الحر وقال تحت ظل شجرة ثم قام فتركها فلم يذكر حتى نوع الشجرة لعدم أهميتها هو قيلولة صغيرة قال عمر بن عبد العزيز الحسن البصري عظني واختصر للموعظة قال اليوم حلم وأضغاث أحلام وفي القبر بين الحلم واليقظة ولا يقظة إلا حينما تلقى ربك فعليك أن تعيش لليقظة إذن لما ينبغي أن تهيئ نفسك له هذه اللولة إن شاء الله تبارك وتعالى لكي نتحدث ولو بكلمة عن ذلك الوقت الطيب الذي قضيناه مع هذا الرجل الطيب لا نزكيه على الله فكان بإذن الله تبارك وتعالى واسع الصدر صبورا ينظر إلى عواقب الأمور ولذلك كان يتجنب المشاكل والمصادمات وربما تحمل على كاهله عناء ما لم يفعل وما لم يقترف من أجل أن يسد الثغرات حتى لا ينفذ منها من يريد أن يثير القلاقل والمشاكل فكل شيء تم ولكن بقيت هذه الشهادة نقولها ندين بها لله تعالى الثالثة عشنا إن شاء الله مع كثير ممن كان يمثل هذا القطاع قطاع الصناعة التقليدية عن طريق الانتخابات عشنا مع من هم الآن بيد الله رحمهم الله وغفر لهم ومن عشنا معهم ثم فارقناهم ومنهم من عشنا معهم ولازلنا نلتقي معهم فكلهم كانوا على اختلاف أصلافهم وأشكالهم أناسا تعاملنا معهم وشاءت الأقدار أن نلتقي اليوم مع بعضهم لكي نقول لهم إذا رأيتم منا في تلك الأيام ما تكرهون فنحن إن شاء الله نسأل جميع من تعاملنا معه الصفحة حتى إذا لقينا الله قل أصحاب الحقوق علينا هكذا هو خلق المسلم الرابعة أننا اليوم إن شاء الله نعيش زفة ابنة أخينا السعبد الناصر حفظه الله تعالى فنقول بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان الأمر هو اللقاء لقاء الله تعالى والمؤمن يعيش متشوقا لذلك اللقاء هو الحبيب هذه الدنيا أقسم بالذي فتر السماوات والأرض لولا هذه اللقاءات الطيبة التي تشنف فيها الآذان بسماع كلام الله ما أحببنا البقاء فيها فإن هذا الحديث رمي عن ثلاثة من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر ومعاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام كلهم اتفقوا ولم يجتمعوا على كلمة واحدة فقالوا أما إني لا أبكي وأنا على فراش الموت لا أبكي صبابة على فراقكم ولكن الذي أبكاني هو أنني ما أحببت البقاء في الدنيا إلا لثلاثة أشياء ضمأ الهواجر أي اختيار اليوم الشديد الحر لتصومه لتتذكر عطشة خمسين ألف سنة حينما تقوم في يوم مقدار خمسين ألف سنة تحشر حافيا عاريا جائعا عطشانا وقد دنت الشمس من رؤوس العباد قدر ميل فيغرق كل الناس كل على قدر جرمه وتقصيره في جنب الله حتى يقول قائلهم رب أعتق رقابنا من هذا الموقف ولو إلى النار سبحان الله إذا الإنسان يعيش لهذا هؤلاء الثلاثة قالوا نحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر حتى نروى يوم العطش الأكبر نحب البقاء في الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولكن لمكابدة الأسحار أي قيام الليل ومناجاة الله والثالثة نحب البقاء في الدنيا لمجالسة أقوام تشع الأنوار من وجوههم ينتقون أطايب الكلم كما تنتقى أطايب الثمر هذه المجالس التي تحضرها الملائكة ويذكرنا الله في الملأ الأعلى هذا هو الذي يجعلنا نريد البقاء لكن لقاء الله تبارك وتعالى لا ينتظر الإنسان حتى تخرج الروح لكي يلقاه فقد جعل الله لك ألف لقاء في اليوم لله وأنت حي فقبل أن تلقاه حقيقة لا بد أن تلقاه هنا كيف تلقاه؟ الله تعالى لم يجعل على بابه بواب وفتح لك إن شاء الله تعالى طريقة لقياه بطرق كثيرة بدون استئذاء إذا كان موظف بسيط ظالم مقصر تحتاج لكي تلقاه أن تعقد معه ما يسمى بالراندفو فإن المولى الكريم يقول لك كل ما أردت أن تلقاني في الدنيا فما عليك إلا أن تبادر فليس هناك من يعترض سبيلك لتحقيق أمنيتك فالصلاة لقاء إذا وقفت بين يدي الله تناجيه فأنت تلقى الله هذا لقاء هذه سياحة الروح هذا معراج الروح ألم يقول النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ ألم يقول الله قبل ذلك في أول صورة أنزلها العلق سجد واقترب إذا أردت أن تقترب وأن تلقى ربك في الدنيا فناجيه قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه مساكين وأهل الدنيا ينتظرون لقاء الله يوم الخيامة وهم ما فكر أحدهم في أن يلقى العاش بعيدا عن الله فارا عن الله عجبا لرجل لم يدخل المسجد حتى أدخله ميتا ولو كان حيا لفكرت أو لتبادر إلى ذهن لرفض ولذلك إذا أردت إن شاء الله تعالى أن تلقى الله فصلي لماذا تترك الصلاة؟ أتريد حتى يهال عليك التراب ثم تقول رجعوني أصلي ألا تتقي الله؟ ألم يعمركم الله؟ ألم تتذكروا؟ ألا تعرف أنها عمود الدين من أقامها أقام الدين ومن ضيعها ضيع الدين ألا تعرف أنها أول ما يحاسب عليه بالقيامة؟ من العمودة خمسين عام وستين عام إلا ما تحبشه الله وما تقوله شهد شيء أعمد الله فقاش إلى ماتا إلى ماتا فالإنسان إذن يعرف أن اللقاء ميسر فما عليك إلا أن تتورى ثم قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وتهورة ليس شرط أن تصلي في المسجد كل الأرض محراب للعبادة بالنسبة للإنسان المسلم فلماذا لا تصلي؟ هو الإنسان شيء مختلف قيفك يقول كيف يمكن الإنسان يتحدث مع إنسان دوستين عام ولا يصلي؟ ولكن في تلك تشوفوا فيه لن يفرطوا في الصلاة إذا كنت تحب أخاك فعليك أن تقول لا قيف يا عبد الله؟ الله يناديك ألا تعرف أن شبيه الشيطان في الدنيا هو ذلك الذي يسمع النداء ثم يدبر حينما يسمع النداء؟ فإن الشيطان أشد صوت عليه هو صوت الآذان والتثويب للصلاة إذا سمع الآذان سمع لهضرات يفر فلا تكن كذلك فإن السلف الصالح علمونا أن العبد يكون منشغلا في عبادة الدنيا أو في مسائل الدنيا فإذا سمع منادي الله وكان يطرق الحديد وسمع المنادي والمطرقة في السماء بقيت في السماء حتى لاحظ بعض الناس قال ما عليك لو نزلت بها على الحديد قال استحي وأنا أسمع نداء الله يناديني لاحل ضيفا على ربي في بيته وحقا على المزور أن يكون مزائرة أن يراني منشغلا في الدنيا والله يناديني لكي ألقاه ألقاه في بيته هذا لقاء اللقاء الثاني تتصدق فإذا تصدقت فأنت تضع الصدق في يد الله من يقرض الله قرضا حسنا حتى قال الصحابة الله يريد أن نقرضه هو قال هو ولذلك عائشة كان من دأبها أم المؤمنين أنها قبل أن تتصدق بالدرهم تضعه في المسك قيل لها لماذا لا تضعي الدينارة في يد المسكين قبل أن تمسكيه قالت لأنني أضعه بيد الله قبل أن أضعه بيد المسكين أنا أتعامل مع الله أنا لا أم المال مال الله ونحن مستخلفين في مال الله وعبد الله حبيب الله هو الذي يعمل في مال الله بشروط صاحب المال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالصدقة لقاء مع الله صلة الرحم لقاء مع الله أنت تذهب لكي تصل الرحم الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يذهب بعقلك إلى أصل الخلق كلهم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب يأتقوا الله واتقوا الأرحاب الله أكبر الله هو الرحم لأن أول شيء خلقه الرحمن الرحم واشتقل هسما من اسمه وأول من نطق في الكون هو الرحم فلما خلقها قالت ربي ربي هذا موقف العائد بك من القطيع قال الله لها أما تحبين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت رضيت رضيت ربي رضيت فإذا قطعت الناس قطع الله عنك تأييده ومساندته ومغفرته ورحمته وإذا كنت وصولا للرحم تجمع أخواتك إخوانك في مثل هذه المناسبات أصدقائك تصلهم حتى ولو قطعوك فإن الله يصلك بعفوه ومغفرته ورحمته وسنده وعونه وخيره ونعمه وكرمه وجنته وفردوسه ولقائك أحبابه في دار الكرامة بجواره هذا لقاء مع الله سبحانه عز وجل أنت حينما تبر والديك حتى ولو مات تتذكر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فإذا بالقلب هكذا يتصل بالله ويعلم أنه إنما يعمل لله يريد للوالد يوم القيامة أن يستبشر وجهه بولده لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح صالح يدعو له هكذا في كل صلاة كل الأعمال الصالحة إذن هي لقاء مع الله نجب تعرض الله من القرآن ماذا يقول الله قال تعالى في أواخر صورة الكهف التي سن لنا النبي أن نقرأها يوم الجمعة في آخر آية يقول الله والعجيب أن هذه الآية أرشدنا النبي أن من يكثر من قراءتها لو خرج الدجال لن يجعل للدجال عليه سبيل خاصة في فساد الزمان كهذا تبرجت نساؤنا تعرضت في البحار ترك الناس الصلاة أكلوا الرباء بارزوا الله تعالى بالمعاصر قال ربي في القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يرجو لقاء ربه ماذا علي أن يعمل اللقاء تعرفه فليعمل إذن في الدنيا من أراد أن يلقى الله فليعمل العمل واسمه عمل صالح زيد ولا يشرك بعبادة ربي أحد أن يكون العمل صالحا على السنة ليس بدعة وأن يكون المقصود منه وجه الله فأي عمل كان على السنة وكان المراد به وجه الله زيد فهو لقاء لله لأن عملك لله وهو مما شرع الله فأنت من الله في العمل وإلى الله في المقصود فأنت تلقى الله في الدنيا فتكثر لقاء الله تعالى في الدنيا من أنت في شعر صدر بك تقول بها الله هذا المسائل راني كنت أتعود على هذا فأنا لقيتك إن شاء الله تبارك وكنت كنت ألقاك دائما واحد القيس نكمل لكم إن شاء الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وما سمي الخليل خليلا إلا لأنه أغلق كل خلة في قلبه فلم يترك هناك منفذا لغير الله فاستولى حبه على قلبه ولم يترك هناك منفذا يدخل منه غير الله هو خليل هو خليل فأرسل إليه ملك الموت ليستلى روحه حينما انتهى الأجل فقال متعجبا خليل الرحمن لملك الموت أيوميت الحبيب حبيبه صافي استعجلت يا صدر بيت قبضني أيوميت الحبيب حبيبه فصعد جبريل فجاء وقال السلام يقرئك السلام يا خليل الرحمن ويقول لك ومتى كان يكره الحبيب لقاء حبيبه قالوا خذي الآن خذي الآن متى يكره أو يستثقل الحبيب لقاء الحبيب أنت إذا أحببت إنسانا وكنت تنتظره على شهر فكلما مر يوم ازدادت خفقان قلبك اشتياقا للقاء أما الليلة التي يأتي فيها يحرم منك النوم فتستثقل الساعة فتعدها طويلة لأنها هي التي تفصل بينك وبين لقاء الحبيب فتستعجل فإذا بك تستثقل الساعة فتستعج البنت إن شاء الله بالنسبة للعبد الذي رب ابنته ولم يفضل عليها الولد حتى أسلمها لرجل كفء فتلك ليلة عرس والدها ووالدتها فأيما عبد المسلم رزق جارية فرباها وعدبها ولم يفضل عليها الولد حتى زوجها كانت له حجابا منعها اليوم سكم العرس هو عبد النسر وم بتنيا myself هذه ليلة عرس كتزوج بنتك اليوم وو 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 شيك كريم طيب لأنه وحد الثقافة الآن جاءت مر بحر جرأت بناتنا كيف تقولوا شما تزوج أشغالي تزوج مصيبة الآن الزواج اللي أصدرها قريب تتطرق إما عجزا وإما لأن بعض الناس يرون أن المرأة الصالحة اختفت من الواقع وإما لأسباب مادية تعجز الشباب على جمع المال لبناء البيت هذا كل حال إذن فأول ما يتبدى في لقاء الله تعالى في الزواج وهو أن العبد إذا زوج البنت فاسمتها أراه من أجل كأنه التقى مع الله وأخذ الجائزة مش غير التقى أخذ الجائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي حجاب له من النار الله أكبر الله أكبر ثانيا أن الزواج دين دين وأنتم تعرفون في الحديث الصحيح أن الثلاثة الشباب الذين ذهبوا إلى أبيات النبي فسألوا عن عبادة رسول الله فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا وما لنا وهذا رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذبه وتخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم الضهر ولا أفتر بشل الحجزة وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء يرى أن الزواج بالنساء تبعده عن القرب من الله تشغله عن الطاعة فلما جاء النبي وأخبر من قبل أمنا عائشة أراد أن يصحح هذا للحراف الفكري الذي يبنى عليه سلوك منحرف أيضا لم يترك الأمر يستفحل فصعد على المنبر وكان الحبيب إذا أراد يصحح ذهب إلى المنبر هذا المنبر الذي يخاطب به جميع الأمة إلى يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أثنى على الله وصلى على رسوله وقال أيها الناس ما بال أقوام وهذه طريقة إن شاء الله في التأديب والدعوة أن لا يذكر المنكر ولكن يذكر المنكر لأن المنكر قد أفعله أنا المهم هو معالجة الموضوع للذات التي ترتكب الموضوع فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له فبدأ باستلال فكرة أن يمكن في الوجود لعبد أن يكون في درجة من التقوى أكثر من الرسول هذا خروج على الدين فقال عزيز أما أنا فأصلي زين وهو زين يصوم ويفطر أصوم يوما زين فأصبر وأفطر يوما فأشكر زين وأتزوج النساء فمن رغب عن سندته فليس مني من لم يريد الزواج هو ليس مني ومر النبي على شاب فأمتزوج أنت قال بلى قال لقد أديت شطر الدين فاتق الله في الشطر الآخر اديت نص اديت خمسة على عشرة اخسك الآن اجتهت في الخمسة على عشرة إلا ما شيء من الزوج عاد أراك تموت غير في الخمسة الخلين ما عندكش لأن الزواج خمسة فهذه الليل إن شاء الله التقى الإنسان مع ربه شكون هو شكون زوجا وزوجة ووالده الله أكبر الله أكبر علاش لأنها طاعة لله تبارك وتعالى فين كاللقاء عودك إن شاء الله تبارك وتعالى سبحانه وزوجك في الزواج أيضا في الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى هناك انتقال من الفرد زين من الوحدانية الفرد زين إلى أن يصير زوج زوج رأس الشيخ انتعنا قرعنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج والزوجية هذه سنة مبثوثة في الكون وخلقنا من كل شيء زوجين هذه سنة الله تعالى الله هو الواحد وخلق من كل شيء زوجين والزوج مع الزوج واسمه هو ما معنى الزوج مع الزوج كي تقول مثلا ما معنى الزوج ما معنى الزوج ما إلا عندك غرجة الوحدة وتبشي تشير الصباط واسمه غادي يعطيك واسمه غادي يعطي يعطيهم لكم الزوج يقول لكم غاديش لأنه بزوج يتبشي تشير واخد قرجة الوحدة الزوج مثلا ألف زوج با ما معنى الزوج معنى الزوج وما تقولش زوجة زوج هذا زوج وهذا وهذه زوج ما معنى الزوج واسمه الزوج ألف فيه من الخصائص التي تناسب وظيفته ولكن لا تستقر حياته زي إلا بإضافة خصائص با وبا فيه خصائص خاصة به لا تستقر حياته إلا بإضافة خصائص ألف فرقعوا التكامل وإذيك هنزوج عدنا واسمه هو تكامل وليس واسمه وليس واسمه إلا بإضافة خصائص ألف وإنه يبني بيوت على المغالبة قبل أن تقتلي وعلى البنت في السؤال قالت لي الله يرحمه لك ما تقول في ذيك الأممين منين تزوج بنت فهذا تبقى تقول لها حضيروحك بلاك الراجل وعندك يغلبك وشد روحك وتمسكني حتى تتمكني وعرفي الدار وسلمي في اللو وعلى العجوزك في الرأس ومن بعد على الرجليين أنت تحملي وتو والد يعطي الباباهم بلاتي عليك الصبري تمسكي حتى تتمكني إذا انت خيلت هذ الناس هذول اللي كيدون للزواج هكذا هل سينجحوا زواجا بهذه الطريقة لا يمكن إحنا عندنا الثقافة نتعنا نتعز الزواج اسمه هي هي ثقافة التكامل وراكو تشوف هو اسمه قال ومناياتي خلق لكم من نفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكن 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 الروحي السكن الفكري السكن البدني السكن الجنسي هو سكن هكذا حتى الجوارح تسكن لأن الغرب متزوج إذا قهرته الشهوة وخرج ورأى هذه العاريات حين أصبح اللحب الحراب متاحا تراه العظم الذي يدي غيرها قام يحتشر احتعني ما يسكن إذا تزوج اسمه يقع يغض من بصره يسكن كل شيء يسكن فيه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه الثالثة هناك إن شاء الله من جملة ما نلقى به الله في هذا العرس واسمه أخر هوا هو الوليدي ها الزوج ها الزوج زيت هو إحنا اللي جينا أحضرنا إحنا اللي جينا ناكلوا أحضرنا إحتى هذا إن شاء الله واسمه فيه فيه ذكر الله فيه ولي ما يقول في应 بصلى آله وسلم حنا على الجين هو على الجين هو ما يقول لي واحده على الجين هو على الجين هو somos نشارك واخو وكل شين سوف يجيشارك لا لا واش كل شي الناس غادي يجي وشاركوا غادي اللي يجي فيت منه يجي دخل واش اللي يجي فيت منه يجي دخل إلا إذن واسبه هو أنت مستدعى أنت بك يقول كذا دعاك أخوك إلى وليمة فأجيبه أنت هنا لأنك تطيع رسول الله أنت هذا عندك دين أنت تلقى الله أنت تنفذ أمر الله أنت مأجور جلوسك هنا لأنك استجبت لدعوة رسول الله فأنت في عبادة وصاحب العبادة مأجور فأنت هنا إذا كنت مستحضرا قلبك وجئت بهذه النية فأنت لقيت الله تعالى ولذلك أنا كنت أقول للناس الكل إن شاء الله وأنا واحد منهم أصحح النية إذا علمت أنني أتيت هنا استجابة لدعوة السيب بعد الناس لك تغادي البنكة وتلاقييني وقالي الحمد لله تلاقي نهار الحذرع عندي وصفه هو عندي وكان عنده شي حاجة أخرى يمكن الإنسان بالشغل بالزاف كذا لكن من يقال لي أنا أزوج ابنتي قلت هذا من الأمور التي وجب على من دعي إليها أن يجيب أن يجيب خاصة الزواج إذا دعيت فأجيب فأنت هنا إن شاء الله تبارك وتعالى تطيع أمر الله هذا النساء اللي رامل تحت أيضا لقول الله تعالى علاش فرحاني وكي يطيبه ويزغرته ويفرحه لأن الفرقة بين النكاح والسفاح هو الإعلان هو الإعلان هذا الذي يفرق بين نكاح لأنه علاش الحاجة دي اللي حلال دايما تبغي تبينها لأن فيها طاعة الله لما رأيك تكون حاملة ومزوجها تتمشى وتترنش وتوري الصحيلة حملة والعياذ وبالله في الحرام ماذا تفعل؟ تتخفى وما تبغي تبين لأنه جاء من غير الحلال ولذلك نحن نعلن عن هذا ربي قالنا أعلنوه أعلنوا عن هذه الأعراس نظرت في واقع زواجي في المغرب دون الحديث عن صعوبته وعن كثرة الفساد نظرت إلى جانب واحد في الزواج وهو كثرة الطلاق في في هذه المدة الأخيرة قلت لماذا يحدث هذا في بلد مسلم أنا نعرف من اللي كنا في البادية يتزوج الرجل ما يشوف قاعد البنت ويدير معا الولاد ويدير للأحفاد وكل شي ناجحين والدعوة بخيرة والباركة والسر الدعوة غادية اليوم تزوجوا في جانبية ويطلقوا في ديسمبر يعني قبل لأنه قبل ما يدخل بها لأحقاش دال الكاعد قالوا جانبية تزوجوا هما كي وصلوا لديسمبر يكونوا في الظاوة قل نقول علاش زي ما علاش قلوا لي علاش يقولوا لي علاش السياسة مريكية السياسة مريكية ومريكية أخو يطلقوا يدخلها في كل شي دخلت يا رحمه دخلت قبل بمريكية واسمه هو لحاجة لولاسم هي أن الوالدين يتحملين سولية كبيرة في تربية البنت على الحياة على الحجاب يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم زين وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة واش تعرفوا بالليل الممين اليوم تزوج بنتها وتتدخل في حياة ابنتها وتنافس الزوجة في بيته كي لممينة تشدي بنتها وجيبها الضا جانبها العمل اصير منور الله ينورك جانبها العمل ليش لا إله إلا الله أنا نقول لك على الحجارة بهالعمال يستنغور أنا مكثرت مرة ما يجوني هالشي لأن أكثر البيوتات التي تهدم سريعا حينما تكون الأم متسلطة تتدخل في شأن بيت جديد البيت خص المرأة كيتزوج رأى عبد الناصر والزوجة نتعو كما أنا والأهل ديالي منين زوجنا البنت رح نقولنا لها كيتخرجي من هنا أراه زوجك هو الأولى هو أبك هو أمك هو أبك هو أمك هو أخوك لأن أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها بعد طاعة الله وتوحيده هو حسن التبعلي للزوج فلا ينبغي أن تترك هناك ثغرة منها تلفذ الأم لكي تفسد العلاقة علاش ليس يمزين هذا شيء ليس يمزين يخسكونوا هذه اللولة الوالدين إرسالة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى اللي في الساعة تشتت هلالك ثقافة تأتينا من وراء البحار عبر الإعلام تصوروا فيها الزواج ما اسمه حلم كبير يشوفوا ذك تعالى ميكسيك وتعالى توركيا عندهم تبارك الله كذا والواطا وعدال خادمة قطف كانوا تحلم بفارس الأحلام بشعاجة كبيرة ورغة يبقى يديها إن شاء الله في الفرق تعالى جزائري وكلها كل صباح وما ينوضهاش وكذا وكذا قاد كي تجي تسب الدعواء سيد مزلوط ما يجيب ذاك الفرق غالي لأخر جيب الحلب باب نتي مكان جيب الحلب لأممك واسمه يوقع بعد واسمه توقع المشاكل حينما يصطدموا بالواقع يقول هذا حلم مش كنا نعيشوا لأحلام ولذلك يخصنا نطنب نتنا على أن الزواج واسمه هو ليس واسمه لذة عابرة ولقاب يروجي كما يصور